اشتركوا في القناة طبعا اليوم بديوا تخصص موضوعي في الهدود اللي هي الدتي اف بالذات طبعا للناس اللي عندهم طبعات الدتي اف بشكل عام طبعا يا اخوان الناس كثير بتواجه مشاكل في طبعات الدتي اف خاصة اللي هو نشاف الحبر وطبعا الأخص اللي هو اللون الأبيض تمام بيجينا كثير هدود صيانة للدتي اف بشكل كبير يعني تمام في من ضمنها عشان اكون معكم صريح ما بنقدر نفتحه ليش لانه يا اخوان هو بذوب بطريقة معينة في الهد واي مادة بدك تدخل عليه عشان تنظفها طبعا حتى اللي كود اللي بيجي من الصين الخاص لتنظيم الدتي اف في اللون الأبيض برضو يا اخوان ما بيذوب اللي هو نحكي الحبر ليش لانه الحبر لما يفوت على الهد وينشف بصير عبارة عن نحكي زي المادة المططية او الربل تمام هذا عشان يعني يتأقلم مع المادة وينزل بطريق الكبس الحراري تمام يا اخوان طبعا انتم عارفين بذوب عليه بودرة وبعدين بنطبع على نحكي على المادة الخام اللي هو القماش او التشيرتات او غيره او غيره تمام فالناس بتواجه كثير انسدادات في الهد اللي هو الاي ثلاثة تلاف ومتين والهو الاربعة تلاف وسبعمية وعشرين تمام يا اخوان احنا بنواجه بشكل عام كتنظيف او نحكي الناس اللي عندهم طابعات الديتي اف بواجه صعوبة في تنظيف اللي هي نحكي الهدود ليش لانه يا اخوان عشان اعطيكوا فكرة الطابعة لما تطبع بنزل اللي هو حبر الابيض تمام البورد تعيتي الهدود بشكل عام اي هد على الماكينة بصير فيه درجة حرارة معينة تمام لما ينزل الحبر تمام مع اللي هو النزل اللي تحت مرة عمرة مرة عمرة مرة عمرة مرة عمرة بصير يتكلس اللون وبصير يعمل انسدادات مباشرة تمام يا اخوان ليش لانه هي مادة مطاطية طبعا حتى يا اخوان اللي بيجي معك من الصين ما بيقدر يذوب اللي هو المادة الربل هذه صعب ولا بأي طريقة الا اذا حطيت احماض معينة مثل التنر او غير او غير موازي هذه راح يخرب الهد مباشرة فاحنا ما راح نقدر نحل المشكلة راح تخرب الهد على الفاضي تمام يا اخوان بس عشان اشرح لكم نبذي عن موضوع الانسداد كيف بيصير الانسداد في موضوع الهد تمام يا اخوان طبعا يا اخوان الهد انتو عارفين مقسم الى قطعتين تمام اللي هو القطعة السفلية والقطعة اللي فوق اللي بينزل فيها اللي هو مدخل الدامبر تمام يا اخوان هذه القطعة الرئيسية الاولى اللي بتنفيها الاغلاق كيف هذه القطعة الرئيسية لاحظوا معي مش الهد اللي تحت اللي بصير فيه الانسداد مش الهد اللي تحت اللي بصير الانتسادات الرئيسي المباشر في القطعة اللي هي اللي فوق هذه القطعة هذه اللي بصير فيها الانسداد كيف ممكن في منكم ما فتح الهد من فوق اللي هو الغطاء الفوقاني وما شاف شو داخله طبعا يا أخوان عشان تكونوا عارفين نحكي زي هدود الإيكو سولفن زي اللي هو XB600 أو غيره أو هذه نفسها الهدود إذا تستخدم في الإيكو سوليوشن صعب انسدادها يعني مش بالسهولة تمام عشان هيك بدوم الهد معاكو أكثر في الإيكو سوليوشن أحبار الإيكو سوليوشن هذا الهد بدوم معاكو أكثر أما في أحبار DTF لا هذا الهد ما بدوم معاك بشكل كبير ليش؟ لأنه هو كيف أحكي لكم قلة صيانة للهد بيصير معاك طبعا أنا بحكي للناس كثير بقولهم حاولوا أن تعملوا كل أسبوع تنظيف للهد كل أسبوع كل أسبوع خميس أو نهاية أسبوع أو سبع تيام كل سبع تيام اعمل تنظيف للهد فكوا اعملوا تنظيف حساب تقول لي فيه صعوبة في موضوع أني أفك الهد ونظف يا أخوان حساب أحكي لكم ليش كل أسبوع لازم تنظف اللي هو رؤوس الـDTF بشكل عام اللي هي الـI-3200 أو نحكي اللي هو 4720 طبعا الهدود اللي الجديد يا أخوان اللي هي الـS-I-3200 والـT-I-3200 هاي الموضوع اللي بدي أشرح لكم عنه هسا مش موجود حلوها بالطريقة هاي صار موضوع أسهل بس طبعا هذا ما بينطبقي أخوان للي عنده طابعات الإيكو سليوشن هذا بكون وضعه ممتاز أما للي عنده طابعة الـDTF ويستخدم هذه الرؤوس راح يغلق معاه بشكل سريع طيب أنا راح أفرجيكم شغلي يعني ما بعرف أنا كفني صياني بحكي إنها هذه غلط هذه غلط يتركب في طابعات نحكي هدود الـI-3200 أو اللي هو الـ4720 أنا عشان أفرجيكم هذه القطعة أنا فكيتها شوفوا لاحظوا هذه فكيتها هذه القطعة شوفوا شو فيها أخوان هنا لاحظوا معي هذه إذا بتلاحظوا المجار الداخلية لكل لون يعني بنزل معاك اثنين كل مجرى بنزل معاك اثنين تمامي أخوان طبعا أنا إذا ما فتحتوا عشان أشرحيكم الموضوع إذا بتلاحظوا بكل فوها هيها كل فوها للون أو لمدخل لون حاطين اللي هي هذه الغلطة اللي هو إذا بتلاحظوا هذا مسفاي هذه مسفا هذه يا أخوان اللي بتسبب أول مشكلة في إغلاق هد هد دي تي أف تمام لأن معظم الناس عندهم اللي هو الـI-3200 أو الـ4720 تمام أول شغلة بسكر معاك اللي هو القاعدة الفوقنية وسبب الإغلاق أخوان السريع هذا هو اللي حاطينه هذا الفلتر أنا ما بعرف يعني هاي الفكرة اللي هم عاملينها يعني أنا بالنسبة لي شخصيا ما له داعي هذا الفلتر ما له داعي لأنه أصلا الدنبر فيه فلتر الدنبر فيه فلتر هذه ما له داعي أنا بحكي أنا كأنا فني صياني هذا بقول ما له داعي أما لطابعات الإيكو سوليوشن هذه ما بتأثر ليش لأنه إغلاقها بكون بسيط حتى إذا بتلاحظوا هذه عليها ألوان لو أفتح لكم واحد باللون الأبيض بتلاقوا هنا كتلة بيضة كاملة هون وهون شايفين هذه مصفا شايفين كيف بتكون مغلقة مع الربلة هذه الداخلية أنت لما تضغط من فوق بتحس أنه الهيد من تحت ما بينزل حبر بتكون هذه أول إغلاق عندك يا أخوان هذه المغلقة تمام هذه المغلقة مش القاعدة السفلية القاعدة السفلية هاي ما بتغلق بشكل سريع ليش لأنه النزل بيضغط على نحكي الحبر أنه ينزل بيعطي أوردر أنه ينزل بقوة تمام لما ينزل بقوة عشان يعطيك التصافي لما يكون في ضعف في التغذية بصير عندك تقطيع في الألوان تمام وبصير عندك القاعدة التحتانية تنشف أول بأول حلو هذه بصير تنشف أول بأول بصير عندك النزل ضعيف جدا وانت بتفكر أنه النزل صار معك إغلاق من هون تمام بين فتحات النزل وهذا الحكي مش مزبوط هاي هي الفتحات النزل انتو بتعرفوا انتو بتفكر في ضعف هون في النزل لا لا هذه ما في ضعف في النزل بكون عندك ضعف في القاعدة تعيتي الدامبر تمام يا أخوان بس أنا حبيت أفكها وفرجيك وياها شايفين كيف هذه القطعة طلعوا هذه القطعة اللي هي بتعمل ضعف كبير في تغذية اللون شايفين تكون مضغوطة بالطريقة هاي وبيفوت من المتجر هذا مباشرة وبيطلع من الفتحات هاي الفتحة هاي الفتحة شايفين إذا تلاحظوا الدائرة هاي الدائرة هاي الدائرة كل دائرة عليها فلتر كل دائرة هاي هذا فلتر مش مفقوك كل دائرة عليها فلتر تمام فبيسبب معك الإغلاق السريع للهد هذه خضوة بعين القاعدة عفوا في عين الاعتبار هذه القاعدة الفوقانية هي اللي بتغلق أول إشي وليس القاعدة التحتانية تمام اتفقنا على هذا الكلام ليش لأنه كذلك المصفاية هاي هي بتعمل تأخير أو ضعف في نحكي اللي هو النزل بتبع اللون تمام يا أخوان هذه قطعة معدنية خفيفة جدا هذا يعني عبارة عن مصفاية بس كثير دقيقة جدا دقيقة جدا هذه المصفاية تمام فإنتوا أول ما تسووا بتفكوا بتنطف هذه القاعدة بتلقيها مضغوطة أو مسكرة وليس هذه القاعدة بتعيد النزل هذه القاعدة اللي بتضوك من الدنبر هذه بتلقيها مغلقة فكها ونظف هذه لن تنظف القاعدة الهد هذه القاعدة الهد بيفتح لحالها شوي شوي بصير تفتح معك أما هذا السبب فبصير معك ينشف القاعدة التحتانية والسبب اللي هو في حبر الديتي أف أنه بينشف بسرعة يا أخوان وهذا القاعدة يا أخوان عشان تكونوا عارفين هذا بصير فيها نسبة حرارة معينة أثناء الطباعة إذا كملت طباعة بشكل طويل ما بتخرب بس بصير الأحبار اللي تنزل فيها تنشف أول بأول إذا بتلاحظوا فتحات اللي هي نحكي الهد النزل كبيرة فتحات النزل كثير كبيرة ما بسكر بسهولة اللي بسكر معنى هذا تمام بسوي ضعف في قاعدة الهد بصير عندك الهد ينشف أول بأول وبصير خربان القطعتين قطعة اللي هي النزل وقطعة اللي هي فيها البورد وقطعة اللي هي اللي فيها الدنبر تمام أول شغلة بتسويها بتنظفها القاعدة طبعا يا أخوان لازم هذه نصيحة مني للإخوان اللي عندهم طبعات الديتي أف يا أخوان ستقولني لازم كل أسبوع تعمل تنظيف لهد الأبيض بالذات طبعا أنت عمل لجهتين اعمل لجهتين لا هو للهد الأبيض والهد اللي هو الملون وطبعا في طبعات ما بتقدر تعكس الهدود أنتم عارفين لازم يظل الأبيض أبيض وعندك اللي هو الملون الملون وهو طبعات بتقبل عكس الهدود ما فيه أي مشكلة تمام الطبعات الحديثة على ما doesn't بتقدر تبدل الهد ما فيه أي مشكلة أما الطبعات شوي قديمة لازم اللون الأبيض للأبيض واللون اللي هو الملون للملون تمامي أخوان هذه سبب إغلاقات اللي بتصير في نحكي هدوط الديتي أف لازم حكتلكون الحبر بتجمد وبصير عبارة عن ربل أو يعني نحكي اللي هو مطاطي فصعب إنك تزيله بأي مادة نحن ما نقدر نزيله في مادة التنر بس التنر راح تخرب قاعة الهد راح تخرب قاعة الهد مباشرة ورح معك ينفصل معك اللي هي النحاسة التحتنية ما راح نستفيد راح نخرب الهد بشكل كبير طبعا هن نستخدم زي ما حكتلكون هي غسالة الارتجاج فيها ونحط مواد معينة خفيفة نقدر نفتح فيها الهد بشكل بسيط عساس إنه ما نخرب قاعة الهد وما نخرب نحكي مواضيع اللي هي مداخل الحبر معظم الرؤوس اللي بتيجي اللي هي رؤوس خرباني أو نحكي النزل تباح ناشف ما منقدر نفتحه صعب جداً ولا بأي حال من الأحوال لو حطتلها شو ما حطتلها ما نقدر نفتحه إذا حطتنا مواد خاصة أو قوية تذوب الحبر راح نخرب الهد تمام وما منقدر نحطه في المادة أكثر من ربع ساعة أو ثلث ساعة لأنه ممكن نخرب الهد مباشرة تمام؟ فعساسي هيك أنا بحكي لكم ديروا بالكم في موضوع اللي هو التنظيف بالذاتي أخوان تنظيف اللي هو الديتي اف بشكل دوري وأسبوعي لازم تنظف اللي هو الهد أنا عارف في ناس راح تتغلب في موضوع التنظيف راح تتغلب في موضوع التنظيف راح تقول لك أنا كل مرة كل أسبوع راح أفكها وأنظفي أخوان فك ونظفي إيش المشكلة عندك يعني ولا تخسر هد حقه نحكي من 850 دولار إلى 1600 دولار ليش نخسر هد؟ تمام؟ هذا بيختلف إذا أنت بتستخدم هذا الهد يا أخوان في طبعات الإيكو سوليوشن ما راح يسكر معك خذها قاعدة مش بس سولي راح يسكر معك الإيكو سوليوشن بذوب لأن المادة قوية كثير إنها تذوب الحبر والحبر أصلا بس يشم ريحت اللي هو الإيكو سوليوشن مباشرة بذوب مباشرة يعني ما بيأخذ وقت طويل تمام؟ إلا إذا كان الحبر ناشف في مجرى اللي هو النزل كامل ناشف يعني بكون في صعوبة بالنسبة للإيكو سوليوشن أما يا أخوان هذا مباشرة سماكة 2 ميلي أو نحكي مباشرة بسكر الهد فبتكوا تديروا بالكم لازم تنظف كل أسبوع وزي ما حكيت لكم اللي هي المادة اللي فيها الأمونيا اللي مش محصل نحكي مادة الإيكو تبع التنظيف تبع الـ DTF بقدر يستعين أنا شرحت في فيديو قبل عن نحكي اللي هو اللون الأزرق اللي هي اللي فيها الأمونيا هذه برضو بتذوب الحبر اللي هو قريب إنه يصير يعني ناشف مش ناشف ما بالذوب المادة الناشفة بالذوب اللي هو الشبيه الناشف ليش لأنه بختلط معه بسرعة فبذوب تمام يا أخوان بس أنا حبيت يعني أفرجيكو هذا الفيديو لأنه هذا ناس كتير تخرب معهم هدود وهذا يعني حرام يعني هذا مغسر على الناس بشكل كبير وزي ما حكيت لكم تابعوا الفيديو في حذفير وراح تعرفوا إنه هذه اللي هي سبب في إغلاق الهد ولازم زي ما حكيت لكم تنظفوا نحكي الهد بشكل عام كل أسبوع حتى لو أنك تفك بس داك تدير بالك عشان موضوع ما يشرت معك الكابل وانت تركب الهد وبعدين يصير معك خراب في الهد كامل وما رح تسفيد إشي وإذا ضغطت بشكل عام بس يعني نحكي في مادة اللي هي نحكي الأمونيا اللي كود تبع التنظيف إذا ضغطت بشكل عام كبير راح المخدات عندك الداخلية هي راح تخرب راح تنفجر راح تنفجر زي ما يصير مع اللي هو نحكي الدي اكس فايف بشكل عام بس طبعا القاعدة هذه التحتانية ما بتنفجر بسرعة زي الدي اكس فايف ليش لأن هذه مساماته أكبر وتثبيتها أكبر فصعب إنها تفلت بس إنه إيش بصير المخدات داخلية من جوة انفزرت وراح تكون خرباني وما راح تسفيد ولا أي شيء وإن شاء الله يا أخوان تكونوا سفدتوا بالموضوع هذا وبرك الله فيكم يا أخوان أكيد لا تنسونا بالاشتراك والقناة وتفعيل الجرس والباية للفيديو ويا أخوان زي ما قلنا لكم وزي ما عودناكم دائما في الكلام إنه يا أخوان لا تنسونا بدعمكم للقناة جزاكم الله خير وإن شاء الله تعمل فائدة للجميع بإذن الله تعالى ونشوفكم حلقة ثانية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته